اشتركوا في القناة وهي حصة افتتاحية سوف نطرح فيها مسألة أو مدخل إلى باب الإنساني بين الوحدة والكثرة ونحبا نذكر الملتقاء الفلسفة لا يعوض الدرس في القسم هو يساعد على توسيع وتعزيز وتدعيم المهارات المعرفية والمنهجية للتلمية في القسم ونصف البرنامج السناء البرنامج كامل وما تخافوش من الفلسفة لأن الفلسفة عمول الإحصائيات ساهمت مساهمة كديرا في نسبة النجاح في البكالوريا لأن الفلسفة لا تخافوش منها وتتفاجعوا الفلسفة تحب الزهب جب ما تزهب جب ما تفهم خيط ولذلك التركيز على المهارات خاصة من المنهجية مطلوبة ومطلوبة خاصة لأنه التلمية البكالوري على الأقل لحد أدنى معرفي لحد أدنى لغوي وحد أدنى منهجي وهو ما تطلق بأن يكون التلمية على الأقل لديه قدرة على رغبة في المطارع لأنه ليس بسما تهبط تفهم الفلسفة الفلسفة في نهاية الأمر هي التفكير في الواقع في حياة الناس التعقيد الموجود في الخطاب الفلسفية ومن تعقيد الحياة نفسها هذاك عليك الملتقى الفلسفة بإشراف لأمن مداخله جملة من أساد من كامل أنحاء الجمهورية إضافة أنه لدينا برنامج لمسايعط ومتابعة ما ترونه وما تتابعونه في القسم وكل أساد على بملكم في طرح التساؤل نجول الحصة اليوم مش مطولش مبارشة نحن نحن نتحدد برشة المبارشة لكي نتاحه فيسر برشة هذا كل من أجل مصنحته يسعدني في هذه الحصة أن أستقبل في الواقع أنا نحن نعطيها صفت شاعرة قبل الفلسفة الأستاذة ملكة جبابي مباشرة من تونس العاصمة في مداخلة في الواقع طريفة لأنها ستنطلق من وضعية استكشافية موجودة عنكم في الكتاب المدرسي الكتاب المدرسي وهي القصيد مقطع من قصيد التلاصم غناها عبد الوهاب وغناها عبد الحاليلي معتقد للناس التي كنا نتبعوا نحن وقتها نحن نتبعوا نحن نحن نتبعوا خمسين سنوات كنا نتبعوا وغناها عبد الوهاب قصيدة رائعة جداً طريفها هو أن المساوقة بين الأدب والفلسفة وهي تطرح الأسئلة الحارقة للوجود الإنساني ستنطلق الأستاذة ملكة جبابي من هذه الوضعية بطريقة طريبة جداً لتطرح لا تطرح أجلبة أعتقد وإنما تطرح تساؤلات تعلق بالإنسان على السؤال الأول لماذا هذه النقلة من سؤال ما الإنسان إلى سؤال الإنساني ما الذي تغير لأن السؤال عندما نعود إلى سقرات سقرات غير من اتجاه السؤال الفلسفين من سؤال الفيزيائيين الأوائب حول الطبيعة حول الكون حول أسرار الكون حول الغاز الكون إلى آخرين ومكونة الطبيعة وأصل الطبيعة إلى نقله إلى سؤال الإنسان أيها الإنسان أعرف نفسك بنفسك هنا هذه النقلة النوعية في الخطاب الفلسفين هي التي سوف تمتد إلى كامت على الأقل إلى كامت عندما طرح السؤال ما الإنسان الغريب في الأمر الطريب وهذا رأيتمه بالقصد لماذا؟ هذا الانتقال من سؤال ما الإنسان وهو سؤال يفترض وجود ما هي ثابتة بسيطة متعالية وهو سؤال متافيزيقي للإنسان إلى حيث ينقل السؤال إلى يصبح سؤال تاريخي ينزل الإنسان في إطار الكثرة في إطار التعدد في إطار التنوع وبالتالي يسمح لنا هذه النقلة من فهم لماذا نطرح سؤال الإنسان بين الوحدة والكثرة لا أطيل عليكم لأننا سنعود ربما سيلتحكم هنا الأستاذ عيناد حمدي هنا بعض لنطرح هذا السؤال إذن اسمحوا لي مرحبا بيك الملكة مرحبا بيك وكل المتتابعين المرتقى شكرا لك صعيب المتعوى خذينيك نهار السبت وانتي جيت من القسم تقريبا وبرك الله فيك صحة وهذا ليس غريب عنك عليك وعلى بقية الأستاذة الأستاذة اللي ساهموا معنا في إنجاح تجربة المتقع لو تسبحي نعد للطريف أن مقطع قصيد التلاصم لإيليا أبو ماضي بصوت مليكة إجباد انقطع صوت فايس جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشي وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود هل أنا حر طليق أم أسير في قيود هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري وطريقي ما طريقي أطويل أم قصير هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغول أأنا السائر في الدرب أم الدرب يسير أم كلانا واقف والدهر يجري لست أدري ليت شعري وأنا في عالم الغيب الأمين أتراني كنت أدري أنني فيه دفين وبأني سوف أبدو وبأني سأكون أم تراني كنت لا أدرك شيئا لست أدري أتراني قبل ما أصبحت إنسانا سويا كنت محوا أو محالا أم تراني كنت شيئا ألي هذا اللغز حل أم سيبقى أبديا لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري قصيدة رائعة جدا وأداة أروعة أطرخ لك البلاتو و36 أعتقد من هذه الوضعية لترأ للدخول أو كمدخل لباب الإنساني بين الوحدة والكثرة أذكر أن هذا الباب فيه محاور التابعة الإنسية والغيرية التواصل والأنظمة الرمزية الخصوصية والكونية لك الخط مدام ميلي شكرا لك مرحبا بالجميع مرحبا بكل محبية الفكر والفلسفة مرحبا بمتتبعي الملتقى ومرحبا أيضا بتلاميذ البكالوريا أينما كانوا نعود من جديد للملتقى ولهذه المدخلات التي تخصص لهم بالدرجة الأولى لمساعدتهم معرفيا فيما التبس عليهم من أمر ومساعدتهم أيضا منهجيا فيما يتعلق ببناء المقال وكيفية التفكير عملي هذا كما وقع تقديمه وكما وقع برمجته يتمثل في الانتلاق من وضعية استكشافية وهي عبارة عن نص شعري لأحد أدباء المهجر وهو إيليا أبو ماضي ولعل ما يتبادر إلى أذهان البعض لماذا هذا الانتلاق من هذه القصيدة أو ما مبررات الانتلاق من نص شعري ونحن في نفس فلسفي أو في فضاء فلسفي في الحقيقة ما يبرر إذن اختياري لهذه الوضعية هو الرغبة في التنويع والترغيب ترغيب إذن التلاميذ في الانشداد لهذا لماذا الفلسفة ولهذه الماذا التي تعد في نظرهم صعبة ومن العبثي ربما عند البعض أن نفهمها إذن هذا غير صحيح يمكن أن ننطلق من نص شعري وهو في متناول الجميع لنفهم بعض لنثير بعض الإشكاليات ولنرسى إلى بعض المسائل وما يبرر أيضا اختياري لهذا النص هو التأكيد على أن هذا التنوع في المعارف من علم وفلسفة وأدب وشعر إلى آخره إذن العلاقة بينهما هي علاقة تكامل وترابط وليست علاقة انفصال وتميز بحيث أن لا يمكن أن نفكر إذن ذمن سياق أدبي إذن فهنا يمكن أن أوضح قليلا هذه المسألة من حيث أن طرائق التفكير قد تختلف ولكن يبقى السؤال إذن الذي يثير التباسا في أذهاننا هو الإنسان فلئن كان العلم ينطلق من النظرية ويبني القوانين لفهم الإنسان أو هذه الظاهرة بالنسبة إليه ولئن كانت الفلسفة تنطلق من المفاهيم فإن الأدب ينطلق من لغة المجازي ولغة الإحاء سعيا للتوضيح في رؤية جمالية ولهذا ارتأيت أن أنطلق من هذه القصيدة لما أثارته أو لما تثيره من هذا المنح الفلسفي أو لأنها تتكلم كما يمكن أن نقول نفس فلسفي واضح القصيدة قرأتها وألقيتها ولا فائدة من إعادتها فقد سأتوقف أولا أو مبدئيا عند عنوان القصيد عنوان القصيدة هو الطلاسم فالطلاسم جمع طلسم والطلسم هو اللغز أو الشيء المبهم أو الغير واضح ولعلنا يمكن أن نتساءل منذ البدء ماذا في التفكير في الإنسان ما يجعله موضع الغاز أو موضع لبس يستوقفنا إذن العنوان لنفكر منذ البدء إذن ثم ننتبه من خلال قراءتنا للقصيد أن هذا النص مفقل بجملة من الأسئلة الفلسفية التي تتمحور أساسا حول الأنا وعن حقيقتها وعن لماذية وجودها هذه الأسئلة المقذة التي تلح علينا في طرحها يمكن أن نحددها على النحو التالي أي شيء أنا ماذا يمكن أن أكون كيف وجدت وإلى متى أستمر في الوجود وما قصدية هذا الوجود إنها أسئلة تكشف عن وجودي ذات كذف بها في هذا الوجود من غير اختيارها فلا أحد منا اختار أن يوجد لا أحد منا اختار الزمان أو المكان لا أحد منا اختار الوالدين إننا وجدنا ولما كنا قد وجدنا علينا أن نختار وأن نصنع ما يمكن أن يكون هذا الوجود وعلى هذا الأساس يمكن أن نتساءل هل أن للإنسان ما هي تحدد بها بشكل مسبق بحيث لا يمكن له أن يصنع وجوده أو أن ينحت هذا الذي يريد أن يصنعه أم أنه إذن ذات قادرة على الفعل وعلى تحديد ذاتها انطلاقا من كونها ذات حرة إن هذه الأسئلة التي تطرحها القصيدة إذن تكجه عن أحد العوالم التباسا ألا وهو هذا الكائن الملغز بلغة جيل دولوز وهو الإنسان فماذا يمكن أن يكون الإنسان؟ هل هو كائن متماثل مع بقية الكائنات الأخرى؟ هل هو شيء من أشياء الطبيعة؟ هل له من السماد ما يجعله يمكن أن نقول ينفرد عن غيره من الكائنات؟ إن هذه الأسئلة الإحراجية التي تستوقفنا تلح علينا أن نبحث وأن نكون معرفة بذواتنا فإن كانت القصيدة كما تلاحظون لم تنتهي إلى بناء إجابة شافية مطلقة عن هذا الذي نسأل عنه وهو الإنسان فهل معنى ذلك أنه لا سبيل لمعرفة ذواتنا ومعرفة ما هو إنساني فيه؟ إذ تستوقفنا في كل لحظة من لحظات القصيدة عبارة إيليا أبو ماضي لست أدري ولعل هذه العبارة تذكرنا بالقول السقراتي كل ما أعرفه أنني لا أعرف شيئا فإذا كان القول السقراتي يعبر عن تواضع الفيلسوف وعدم ادعاء الامتلاك الحقيقة المطلقة من حيث أن الفلسفة لا يعنيها إدراك اليقين فهل يمكن أن نعتبر أن الشاعر هو أيضا يعبر عن ضرب من التواضع حينما يعلم أنه لا يعرف شيئا إذ من المحال أن تكون هذه الأسئلة نابعة من ذات لا تعرف شيئا إذ من المحال أن نعتبر أنه يعيش ضرب من اللا أدري لا يدري أو أنها ذات متأتية أو أنها أسئلة متأتية من ذات جاهلة لا تعرف ما يتضمنه السؤال من هذا الوعي بوجود صعوبة وساعد إلى يمكن أن نقول إيجاد حل لها يبدو أيضا الشاعر وفي للمنح الفلسفي حينما يؤكد هذا المنح الفلسفي أن الأسئلة في الفلسفة أهم من الأجوبة ولعل إثارة السؤال هو الذي سيدفعنا من جديد للبحث في ذواتنا الشاعر قلنا بقي وفيا للروح الفلسفية في طرحه للأسئلة وكيفية تمثله لإمكانية هذا الطرح ولعلنا إذن على هذا النحو يمكن أن نتساءل ما هي مبررات إذن البحث في الذات أو التساؤل عن الذات أو عن هذا الإنسان إذن السؤال إذن دائما تكون له مبرراته فلا يمكن أن ننطلق من لا شيء من صفر المعرفة بل ننطلق دوما من وعي بوجود شيء ما أو وعينا بجهلنا ما يدفعنا للبحث ولعل إذن من مبررات طرح هذا السؤال هو هذا الهاجس المعرفي يمكن أن نقول الذي يرمي إلى معرفة ذواتنا هذا الهاجس المعرفي الذي يمكن أن نقول دفعنا إلى تجاوز سؤال عام هو ما الإنسان إلى البحث في الأنا أو الذات فماذا في سؤال ما الإنسان ما يجعلنا غير قادرين على استفاء حقيقتنا إذن ننتبه إلى أن سؤال ما الإنسان هو سؤال متافيزيقي من حيث أنه سؤال يبحث في الماهية والمقصود بالما هي ما هي الشيء حقيقته أو جوهره أو ما به يكون الشيء هو هو فهل يمكن أن ننفذ إلى أعماق هذا الذي نسائله لنعرف هذه الماهية لأن هذا السؤال المتافيزيقي يبدو أنه سؤال عقيم لا يمكن أن يدرك مطلوبنا من هذا التساؤل أو من هذا التفكير ولعله هذا السؤال الذي بقي منذ سقرات إلى حد القرن الثامن عشر هاجساً نتوق إلى معرفته سؤال ما الإنسان هو السؤال الجوهري في الفلسفة ولكن حينما نبحث على هذا النحو أو بهذه الصيغة لا يمكن أن ندرك مطلوبنا ولذلك كان من الضروري تغيير السؤال من سؤال في ما الإنسان إلى سؤال ما الإنساني وما يبرر هذا الانتقال هو جملة من المعطيات التي ظهرت بعد القرن الثامن عشر تقريباً وهي وجود نظريات علمية جديدة تؤكد شيئاً مغايراً لما ذهب إليه التصور المتافيزيقي هذه النظريات الجديدة في العلم دفعت الفلسفة إلى مراجعة جملة من تصوراتها عن الإنسان وخاصة نظرية التطور عند داروين وهي نظرية التي تقول أن الاختلاف بين الإنسان والحيوان ليس اختلاف في النوع وإنما اختلاف في الدرجة فنظرية النشوء والارتقاء عند داروين تذهب إذن على نحو المخالف لما كان يقيني في الفلسفة ولا يمكن رجه أو أن نضعه موضع سؤال أو موضع استفهام إذ كانت الفلسفة تعتبر الإنسان هو المركز مركز الكوني وسيادته إذن هو الذي تدور حوره كل الأسئلة وترجع إليه ولكن أن نفكر في الإنسان من منطلق علمي وعلى هذا النحو فنماثله بالحيوان حينما نعتبر أن النوع واحد فهذا يمكن أن يكون رجاء للإنسان فماذا نعني بالإنساني؟ الإنساني حينما نفكر في الإنساني أي أن نفكر في الخاصيات التي ينفرد بها الإنسان ومن حيث كونه إنساناً عن الكائنات الأخرى وتحديداً عن الحيوان فالإنساني هو هذا الحد الفاصل أن نقول بين الوجود وجود الإنسان ووجود الحيوان ولكن حينما نحاول أن ننظر للإنسان من هذه الوجهة أن ليس هناك ما ينفرد به من حيث كونه إنساناً فهذا يمكن أن يكون إذن رج لمقتسباتنا ولكل معتقداتنا الفلسفية ينضاف إلى هذه النظرية نظرية النشوء والارتقاء في البيولوجيا مع داروين نظرية ثانية وهي مستجدات التحليل النفسي هذه المستجدات التي تؤكد بشكل علمي أنه لا مجالة لأن نبقى في اعتقادنا الوثوقي في أن الإنسان كائن عاقل أو كائن الوعي بامتياز تكشف نظرية فريد نظرية التحليل النفسي عن وجود مواطن لا شعورية أو مسارات لا شعورية تحكم حياتنا النفسية فما عاد الأنى هو السيد الذي يوجه الفعل والسلوك حينما نقول الأنى بمعنى الوعي الإدراء بل ثمة مسارات لا شعورية التي تحددنا فكيف يمكن إذن أن نعتقد في سيادة الإنسان ومحوريتهم أن نقول وقدرته على أن يكون هو الكائن المتميز في هذا الوجود إذن لا حاجة لأنا لمواصلة الاحتقاد في هذا المنح المتافيزيقي إذن هذا التصور الجديد دفع في العلم دفع إذن الفلسفة إلى مراجعة مكتسباتها مراجعة جملة تصورات عن الإنسان وخاصة هذا التصور الذي يعتقد في نرجسية الذات وزهوها وتمييزها عن غيرها من الكائنات الأخرى ليلقى بها في فضاء الطبيعة أو فضاء الفيزياء إلى حد يمكن أن نماثلها بالأشياء ويمكن أن نماثلها بالإنسان والحيوان فإلى أي مدى يمكن أن نماثل الإنسان بالأشياء الطبيعة فالانتقال إذن من التفكير في الإنسان إلى التفكير في الإنسان لم يعد إذن انتقال لأن نفكر في الإنسان من حيث أنه تمثل أو من حيث أنه فكرة ضمن إطار التجريد بل ضرورة علينا أن نلقيه ضمن مجال الملموس ضمن علاقاته بغيره وبالعالم وبالآخر فالإنسان إذن هو كائن يتحقق ضمن إطار وجود علائقي وفضاء بين ذاتي فماذا نعني بالوجود العلائقي أو هذه العلاقة البين ذاتي لننتبه إذن أن الإنسان لا يمكن أن يتحدد كذات أن نقول ضمن انغلاقها على ذاتها وتقوقعها في إطار عالم خاص به بها فالذات موجودة في العالم ولما كانت موجودة في العالم علي أن تقيم علاقات مع شبيهها ومع من تتماثل معه ومع ما هو مغير له وبالتالي نتحدث عن وجود علائقي وجود علاقة سنبحث فيما بعد في طبيعة العلاقة ولكن علينا منذ البدء أن نؤمن أو أن نعتقد في وجود علاقة وحينما تحدث عن فضاء بين ذاتي أي عن فضاء بين الذواتي هذا الفضاء يمكن أن نتمثله على نحو تواصلي لأن الفضاء البين ذاتي هو في فضاء الانفتاح على المغاية إذن كان لابد إذن أن نتساءل ونحن في سياق تصورنا أو في سياق تفكيرنا في الأنا عن علاقتها بالغيرية ولهذا تلاحظون أننا انتقلنا من التفكير في الإنسان بشكل عام الإنسان بشكل عام إلى التفكير في الذات لأن أكثر الأشياء حميمية إذن هي الذات فلابد إذن أن نعرف أنفسنا بأنفسنا تأكيدا للقول السقراتي أعرف نفسك بنفسك هكذا إذن حينما ننطلق من القصيد نجد أنفسنا في منحا فلسفي بالضرورة هذا المنح الفلسفي الذي يجعلنا من الضروري أن ننفتحه على العالم إذ لا قيمة الإنسان في غياب العالم ولا معنى للعالم في غياب الإنسان فالإنسان ليوجد عليه أن يكون هناك العالم والعالم يصبح حاملاً للمعنى وللدلالة يجب أن يكون هناك إنسان بالضرورة لأن الإنسان هو الوحيد الكائن الرامز الذي ينشئ من الرموز ما يجعله يفهم العالم ويفهم ذاته إذن على هذا المنطلق نلاحظ إذن أن تمت علاقة علاقة رابطة بين الأنا والعالم وبين الأنا والمخالف الذي يمكن أن يكون الآخر فالإنسان إذن على هذا أنه هو على الدوام واحد ومتغير متغير في مستوى أبعاده وقيمه وكيفية حضوره في العالم وأنمات تمثلاته لذاته ولعلاقاته المتعددة وفي مستوى تعامله مع شبيهه الذي هو الإنسان الآخر فهماً وعلاقات سياسية وأخلاقية أو أيضاً في مستوى أنمات تواجده وتواجد تعيشه مع غيريته هذه الغيرية التي تجعلنا إذن ضرورة نقفع عند مفهومنا لها من هو الغير كيف يمكن أن نتمثله؟ هل أن الغير هو الآخر بما هو إنية ماثلة أماني علي أن أقيم معها علاقة من خلالها أتعرف على ذاتي؟ هل أن الآخر صديق علاقتي به علاقة تعاطف وترابط أم أن الآخر أن نقول جحيماً عدواً يجب إذن أن أدخل معه في علاقة السبعاد وسراع باعتبار أن وجوده حد لوجود أو عائقاً إذن يحول دون تحقق ويحول دون تواجد إذن مفهوم إذن الغيرية يثير هو بدوره التباساً في أذهالنا إذ كيف نفهم من خلال إذن هذه الرغبة في تعرف على الذاتي وفي التواصل من جهة أخرى هذه الرغبة في الهيمنة والسيطرة بالطبيعة الحال ونحن إذن نسائل أنفسنا ونسائل ذواتنا يمكن للذات إما أن تنتهي إلى تكريس نوعاً من الانغلاق على ذاتها من منطلق اعتبار أن الذات قادرة على معرفة ذاتها إذن دون حاجة إلى الآخر باعتبارها إذن هذه الذات إذن كما نفهمها ضمن سياق ديكارتي إذن ذات مكتملة ومتحققة ولا حاجة لها لأن تقيم هذه العلاقة مع الآخر أو مع العالم إذ لا حاجة لها لهذه الوسائطة فمن هنا نجد أنفسنا ضمن قول يدعي بالمركزية مركزية الذات وتحققها في غيابها عن كل غيرية ولكن من جهة أخرى يمكن أن تنتبه هذه الذات وهي في وجودها في العالم أنها لا يمكن أن تدرك ذاتها بذاتها وإنما ضرورة عليها أن تقيم علاقة مع من هو مخالف أو مع من هو مغاير لها باعتبار أن وجود الغيرية إذن يذيف معاني وتحقق أن نقول هذه الأنين إذن إما أن نفهم العلاقة ضمن مجال التوافق أو التواصل أو التناقم أو ضمن مجال الصراع والاستبعاد والهيمنة ولكن من جهة أخرى نجد الذات ضمن هذه المفارقة يمكن أن نقول أو هذا التناقض من جهة تتطلع إلى التحقق مع من يمكن أن نقول مع مثيلها أو شبيهها ويمكن أن نجدها أيضاً غير قادرة أن تحقق هذا التواصل أو هذا التعاطف فيكون هذا النزوع للهيمنة والسيطرة أخفيز لتسمعوني أم لا إذن يبدو أننا إذن نعيش في واقع يحكمه إذن جملة من التناقضات ذات نتطلع إلى التحقق لتكتشف ذاتها بمن هذه العلاقات المختلفة يمكن أن نقول علاقات تجعلها تبني وجودها وتؤكد إذن مشروعية هذا التحقق مشروعية وجود الإنسان من حيث كونه إنساناً يحمل من الخاصيات ما ينفرد أو ما يتميز به عن غيره من الكائنات ولكن نلاحظ أن سؤالنا عن الإنسان يبقى سؤال إذن يتراوح بين الوحدة والكثرة هل يمكن أن نقول أن الإنسان إذن هو واحد من حيث قدرته على الاكتفاء بذاته وتحققه أم هو كثرة عليه أن يتحقق ضمن علاقات هذه العلاقات لن نفهمها فقط ضمن علاقات بين ذاتية وإنما أيضاً ضمن علاقات بين ثقافية علاقات تجعله ينفتح على العالم بشكل مطلق ينفتح على العالم ليتحقق ويحقق لقاءه بالإنسان لقاء إذن يكون مبدعاً وخلاقاً إذن هذا اللقاء الذي فيه يتحقق هو من حيث كونه النية ويتحقق الآخر من حيث كونه أيضاً ذات واعية ومريدة ومتحقق فإلى أي مدى يمكن أن نؤكد ذلك ضمن الواقع الفالي واقع الإنسان بما هو موجود ضمن علاقات فالية هذا الواقع الذي يحكمه الصراع والنزاع والرغبة في الهيمنة والسيطرة يحكمه ممتق البقاء للأخوة والبقاء لمن يمتلك هذه القوة ويمتلك أدوات الهيمنة والسرعة تسمعوني فيصل؟ الحقيقة لا أسمعك الآن هل تسمعين أني جاءت؟ مدى مليكة؟ نعم نعم ورد شوية حتى الكبر عنده دور تسمع شكراً أخشى قلومي أخشى أن أكون أتحدث دون أن يسمعني أحد لا 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 هناك التفاعل كبير جداً التفاعل كبير أنا لا أرى شيئاً هناك تفاعل وهناك إخبال وسيتطور البعض سيعود إلى الفيديو متقطع لا أسمعك باهي هكا هكا باهي لا أسمع نعم متقطع هل تسمعك؟ نعم أسمعك الآن شكراً أستاذ مليكة على هذا المدخل المتميز والواضح والذي يراهي مستوى التلميذ كيش وميدل على تمارس وخبرة لا أسمعك لا أسمعك هناك مشكلة في الصوت أعتقد الصوت متقطع لذلك لا أستطيع أن أتواصل مع الآن هل الصوت جاي لا الآن الصوت جاي نعم أسمعك الآن شكراً الملاحظة الأولى التي أود أن نسقها وبوضوح حتى يفهم حتى يفهم ابنائنا التلميذ هو أن مسألة الإنسان أصبحت في قلبي التفكير الفلسفي بعد كاونت لأن السؤال المركزي الذي طرحه كاونت هو سؤال ما لإنسان وقلنا أن هذا السؤال هو سؤال متافيزيقي اختزيلي كماذا؟ لأنه يختزل يختزل مفهوم الإنسان في ماهية مجردة بسيطة ثابتة متعالية على التاريخ متعالية على المجتمع وكأن سؤال ما لإنسان يفترض إجابة واحدة ثابتة وهو طبيعة الخطاب الفلسفي الميتافيزيقي في القرن السبع عشر لعل الإنقلاب ما يمكن أن يسميه نوع من الإنقلاب الكوپيري وهو ميلاد مطلوبة في الحقيقة نعم في الحقيقة قد سمعت جزءا من السؤال ويمكن ربما أن أجيبه لكن لم أسمع بقية السؤال إذن ما سمعته أن التصور الكانتي إذن يعتبر الإنسان إذن يعتبر سؤال ما الإنسان إذن كانتي إذن يرجو صحيح كل الأسئلة في الفلسفة إلى سؤال مركزي هو ما الإنسان انتلاقا من تصور يعتبر أن الإنسان يحمل ماهية ثابتة يمكن أن يعرف بها فأكاد إذن لم يخرج عن سياق ميتافيزيقي قد بل سؤال ما الإنسان هو السؤال الذي الذي يعتقد في إمكانية تحديده بشكل مطلق إذن هذا التحديد المهوي لا يمكن أن يستوفي حقيقة ذات من منطلق اعتباري أن الإنسان لا يحمل ماهيتك وإنما يحمل أبعادك وبالتالي نمر من سؤال ما الإنسان إلى سؤال ماذا يمكن أن يكون الإنسان إذن انتلاقا من ما وجدناه من المسجدات الشخص للنفس وما أثرته أيضا ما أثرته بعض الفلسفات وبعض الفلسفات التي إذن تناولت مسألة الإنسان من منطلق التضمن على فكرة وجود إذن تعريف نهائي للإنسان بما هو مثلا الإنسان كائن عاقل أو كائن الوعي بانتياز فلسفة الظن من الفلسفة الارتيابي الذين شككوا في هذا هذه النظرة الاختزالية للإنسان وفي القول بسيادة الوعي وقدرته على أن يكون هو المحدد للذات الإنسانية فما نشهد مع الماركسية مثلا القول بحدود الوعي الوعي محدود فالوعي مرتبط بأي حد بحد اجتماعي فالإنسان إذن ما عاد ينظر إليه ضمن سياق الميتافيزيك بل وقع إدراجه ضمن التاريخ فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي يصنع تاريخا لنفسه لم نجد كائنات أخرى صانعة لتاريخها ولن نتحدث عن تاريخ آخر سوى تاريخ الإنسان فالإنسان إذن يتحدد بما هو كائن تاريخي إذن على الأقل انتبهنا إلى وجود بعد آخر من أبعاد الإنسان أنه وهو التاريخ وهو الذي به يعرفه إذن التصور في إذن تصور أو حتى قبل نيتشا إذن سبينوزا الانتباه إلى وجود بعد آخر يحدد الإنسان وهو الرغبة فالرغبة أو الجسد إذن هو إذن موجود ولا يمكن إنكاره كما تنكرت له الفلسفة الميتافيزيقية وخضوره له هذا الحضور المكثف الذي يمكن من خلاله أن يكون أن يكون الإنسان إذن محدد أن يكون هذا الجسد هو قوام وجوده فأنا لا يمكن أن أتمثل ذاتي كما نسائل ذواتنا لا يمكن أن أتمثل ذاتي كإنية أي كفكرة مجردة إذن لا حضور لها في العالم باعتبار أن التصور الميتافيزيقي يختز الإنسان في العقل فالإنسان كائن عقل ما عادى العقل لا يمكن أن نعتبر هذه الخاصية هي الخاصية التي تحدد ذاته إذن هذا التصور ما عادى له من المشروعية إذن باعتبار أنا نفهم اليوم إنسان ضمن الواقع فأنا موجود باعتبار ماذا باعتبار صحيح واعي كإنوان ولكن أيضا من خلالي جهتي كوني وجود أو حضور هذا الجسد فجسدي هو قوام وجودي جسدي هو الذي يحقق تواجدي في العالم فأنا ذات متجسدة في العالم وحضوره وحضور هذا الجسد الذي به أعرفه وبالتالي إذن نلاحظ أننا خرجنا من سياق تجريدين يمكن أن نقول إلى سياق واقعية يمكن أن ننتبه أيضا إلى بعد آخر من أبعاد البيت الإنسانية ونحن نسائل أنفسنا أي شيء أنا ننتبه لأن نظمة مسارات إذن لا شعورية تحددنا فأنا أفعل أحيانا أتصرف وأقول على نحو ما لا أريده ذلات اللسان إذن تكشف عن عدم قدرة الأنى على التحكم في لسانها فلو كان الإنسان كائن الوعي بالتياز لكان مدرك لما يقول على الأقل فنحن في ظروف أو في وغيات مختلفة لنندم وعلى أفعالنا كيف يمكن أن يفسر هذا الندم فهنا ينفسر بعدم التوافق بين النفس والجسد إذن على الأقل ننتبه إذن أن هناك حضور لبعد آخر من أبعاد الذات الإنسانية والتي نسميها الكثرة فالإنسان ليس وحدة واحد لا يتجزأ يختزل في الوعي أو العقل فحسب إنما هو كثرة متنوعة هو كائن الوعي واللاوعي هو كائن التاريخي هو كائن الفاعل هو كائن غارس هو كائن صانع وكل هذه الأبعاد المختلفة يتآلف فيما بينهم لتكون لما تصورنا عن دواتنا فأنا هذا الكل المختلف وهذا الكل المختلف المتبايد لا يمكن أن نفهم بما هو كل متضاد أو متنفر بل هو كل يتآلف ويكون هذه الكفرة لأن يمكن أن نفهم بما هي وحدة متكثرة وكفرة متوحدة إن شاءنا صح القول وما عاد بالإمكان أن نفهم ضمن إطار الواحد الثابت البسيط الذي يفتزل في هذه الماهة في الإنسان حتى حينما ننطلقه من القصيدة في حد باتها حينما يسائل أي شيء أنا فاله عن باته ينبع من التظنن من الشكل في إمكاني أن نعتقد في وجودي هذا الذي محدد على نحو النهائي فالذات تحقق ضمن سياق تاريخية على نحو الدائم مدام مدام حاضرة في العالم وحضورها في العالم ليجعلها مكتفية بداية مفحص فنحن نفهم هذا الحلول من خلال هذه العلاقات التي تقيمها المشكل هو أن نتساءل عن طبيعة هذه العلاقات هل هي علاقات تسرينة سواء كانت مع الآخر أو مع الغير أو مع ضارة المخصة أو مع فقافة أخر هل هي غيرية تسرينة ماذا طلبوا الأمر انفتاحا على هذه الغيرية هل هي غيرية تبتلوني 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 تنضعوني وبالتالي علي أتفل بذاتي بعالم الخاص وليس نقرر هذا الانفتاح على الوجود الفارجي أو العالم أو القاضر المختلف إذن لكن يمكن أن نلاحظ من جهة أخرى هذه المفارقة هذا أن نقول هذه الوضعية الإحراجية أو هذه الوضعية المأزقية التي يجب أن ينتبه إليها التلميذ فإن قلنا أن الإنسان واحد من حيث أنه هناك ما يحدد إذن ما هيته فهذا يشكفنا في غرب اختزالية وهذه تختزالية لا تستوتي توقفنا ولكن من جهة الأخرى نقول أن هذه الباب تختف أو تختف كثرة من التعدد فيمكن المسقطة في ضرب أيضا في مشكلة الآخر هو هذا الارتياب إذن نقول أي بعض من بعادية يمكن أن الحقيقة ما أكثر من بعض الآخر إذن الحقيقة يجب أن نمت لها إلى أن تخذه الذي يعني هذا العمل أنه هو مصنوع بهذا الوضع المأزقية وهو يسائل ذاته أي شيء أنا لا يمكن أن تكون هذه الهمية هل أنا وعي الخالص أم أنا هو هذا كل المتعدد المتحدد الذي يحدد ذاتي ذاتي كنت يستمر في موجود تستمر في ذاتي ومتائنا ومتائنا وتعاليها وسط الأول مثلا وطرع حيث العلاقة ممكنة مع الغير الخالج ومتائنا 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 إن شاءنا لكنا أن الواعي هي الغير كيف يمكن الحقيقة أكثر ولا يمكن الحقيقة هل أنا سائل وعيب تيار هل أنا تضادل من القومين ألا يمكن أن يكون كائن يتراوح بين الوعي ولا وعي تسمعونك نعم 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 اسمع واصل أم لا واصلي واصلي هل أسمعونك يسمعونك لهذا كما قلنا علينا أن ننتبه إلى هذا البعد الإشكالي في تناول مسألة الإنسانية بين الوحدة والكثرة والذي تتفرع عنه هذه المسائلة مسألة الإنية والغيرية والتواصل والأمهما الرمزية والخصوصية والكونية وهي المسائلة فيها يمكن أن نتعرف على هذه البيت التي نسائلها ضمن سياقات مختلفة بيت إذن نقطع الصوت ستعود مختلفة 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 نقطع الصوت الآن عادة الصورة واصلي هل تهي أستاذ لا في الحقيقة أريد أن أتواصل لا أدري إن كنتم معي أم لا هناك تساؤلات عجبت عنها الأسئلة أجبت عنها مثلاً سؤال هي أمامك ترين الشاشة تقوم مهية الإنسان على العقل أو النفس والجسد فكمال العقل حضور وتفكير وتديس كما لجسد الرغبة في الواقع في سياق حديثها عندما تحدثت الأستاذ عن البعد التاريخي والاجتماعي للإنساني للإنساني فإن الإنسان لا يوجد كوحدة بسيطة كمعطى جوهراني وإنما يتنزل ضمن السياقات التاريخية اجتماعية تقاطية متعددة هو في قلب التعددي في قلب التنوع في قلب التنوع ولذلك لا بد من نقاربة ما هو الإنساني أي تمظورات الإنساني في أبعاده المختلفة ضمن هذه السياقات ضمن هذه الأبعاد لا يمكن ليس مفهوم الإنسان مفهوماً بسيطاً إنه يتنزل ضمن هذه الأبعاد في الواقع هناك تساؤل سيرون على قدر ما نستبقى لدروس يعني لان تم أكيد الصوت متقطع الآن هل واضح أنا لا أسمعك أخي هناك سؤال أنا لا أسمعك لم أسمع السؤال لا لا أسمع الآن هل تسمعيني الصوت متقطع جداً هناك مشكلة في تقنية أسمعه الآن أسمعك الآن الآن في الواقع أريد أن أعود إلى بعض التعليق هي أمامك أستاذتي على الشاشة مكننا هناك متدخل لم يظهر اسمه على الشاشة ربما في الصبح مكننا هذا المدخل الإشكالي الإنساني بين الوحدة والكترة من تتبع أبرز المسارات الإشكالية التي يعجوا بها توتر الإنساني بين طلب الوحدة ومطلب الكترة السؤال سؤالي يقول هل لنا أن نميز في السؤال حول الإنساني بين المعرفة معرفة الذات لذاتها ومسار الاعتراف الممزوج بالصراع والمواجهة من ناحية والتواصل والحوار من ناحية الأخرى السؤال معقد جدا ربما يستبق ما سيرونه قرأت سؤال السؤال أماني على الشاشة أعلم لم أسمع السؤال في الحقيقة هو مكتوب أماني حاولت أن أسمع لكن الصوت متقطع لا أفهم إذن ما تقوم الحقيقة السؤال موجود على الشاشة مكننا هذا المدح لا أرى السؤال على الشاشة ولا أسمعك بشكل متواصل بقى إنما الصوت متقطع الآن هل تسمعين أنا هناك مشكلة في الصوت ربما المتابعين ربما يقولنا الملاحظة على الصوت جيد أو لا لا أسمع لا أسمع أجل يقولون أن الصوت جيد جدني الملاحظات الآن ما الصوت جيد الآن يسمع الآن الصوت سمعته الآن سمعته حينما تبدأ إذن يكون الصوت جيد حينما تواصل حديث يتقطع جاءت الآن ملاحظة يقول أن يسمعون جيد أنا لا أسمع المشكلة عندك ربما تدفق قطرية تطلع وتهبط تدفق بيبي الآن أسمع سمعتك فقط أقول هذه الملاحظة التي سيرانها سيرانها التلميذ تمام وهي نعم المسألة مفهوم الذات التي نعم مفهوم الذاتية في منذ القرص نعم 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 ما سمعتك هو أن أتحدث عن مفهوم الذات مفهوم الذات نعم في القرن السابع عشر يمكن أن أتحدث نعم يمكن أن أتحدث فيما يتعلق بالإجاز مفهوم الذاتي مفهوم الأنا مفهوم الأنا أو مفهوم الذات إذن لم يكن بالإمكان أن نتحدث عنه قبل القرن السابع عشر تقريبا يرجع ذلك إلى اندجاز مفهوم الإنية أو مفهوم الأنا أو الذات كان مع الديكارتية مفهوم الكوجيتو فمع القرن السابع عشر يمكن أن أتحدث عن ميلاد الأنا أفكر أو ميلاد الإنسان ميلاد الإنسان الذي يعبر نعم الحدث القرن السابع عشر ميلاد ذات إذن قادرة على أن تفكر قادرة على أن تسائل ذاتها وأن تتعرف على ذاتها بذاتها فقبل القرن السابع عشر يتحدث عن مفهوم الإنسان مفهوم الإنسان بشكل عام إلى حد أن ديكارت هو في حد ذاته وهو يسائل إذن تعريف الصفراتي يؤكد على ضرورة تجاوز هذا التعريف العام إلى العودة إلى الذاتي أو العودة مع ديكارت ينطلق من مفهوم الإنية كمبدأ وكمنطلق يؤسس عليه إذن كل المعارف الأخرى فنحن نعرف إذن انطلاقا وفي الحقيقة ولكن لا بأس إذن مدام هناك سؤال حول الإنية إذن كيف يمكن أن نؤكد أو كيف اكتشف ديكارت إنيته نحن نعرف أن اكتشاف الإنية كان عن طريق الشك الشك إذن بما هو منهج قعد ديكار إلى معرفة ذاته بذاته فمعرفتنا بدواتنا لم تكن عن طريق وساطة خارجية سواء كانت وساطة العالم أو وساطة الجسد فنحن نعرف أن مع ديكارت الجسد أي الحس الجسد عفوا ليس الجسد الجسد بما هو موطن الحواس إذن موضع إذن شك إذن شك في ديكارت في حواسه إذن شك ديكارت في العالم الخارجي شك ديكارت يقول لا سماء ولا أرض ولا إله إذن هناك تدرج في مستوى الشك إلى أقصى إلى شك الميتافيزيكي شك في العقل إذن هذا الشك عند ديكارت لم يزده إلا يقينا أنه موجود باعتبار من يقوم بكل هذه الأشياء جميعا بمعنى من هو وهو يمارس الشك إذن من يمكن أن يزده يقين بأنه موجود هو الشك في حتى ذاته فينتبه ديكارت ينتبه قل ديكارت بمعنى وعي الذات بذاتها وهو ضرب من الحدس الوعي المباشر إذن وعي الذات بذاتها أنها تشك الآن فما معنى أنها تشك بمعنى أنها تفكر فالشك لا يزيد ديكارت إلا يقينا بأنه يشك أي أنه يفكر فأنا أشك أنا أشك معنى أفكر وأنا أفكر ضرورة أنا موجود لأنه لا يمكن أن أكون أفكر ولا أكون موجودا فبالضرورة يجب أن أكون موجودا في العالم وبالتالي ديكارت أدرك أنه ذات وعية ولكن ليزيد يقينه بذاته علي أن يؤكد أنه موجود وموجود ما دام يفكر فالسمرارية التفكير لا تزيد إلا يقينا بذاته ويقينا بأنه موجود فإذا انقطع عن التفكير انقطع عن الوجود يمكن أن يتساءل البعض من التلميذ كيف يكون موجودا والحواس أو الحواس موضع شكل الجسد موضع شكل إذن هنا ينتبه ديكارت إذن إلى أنه موجود ليس كفكرة فحس فالجسم موجود إذن يؤكد وجود الحواس أي وجود الجسم فهاتين اليدين لا يمكن أن أنكر أنهما يدي اللهم إذا كنت مثل بعض المخبولين الذين يتصورون أشياء لا وجود لها فهمنا إذن ننتبه إلى أن هناك أشياء لا يمكن أن نشك فيها فهذا جسم لا يمكن أن أشك فيه فأنا موجود وجود الجسم أنا موجود بما دمت أفكر ووجود الجسم أيضا له حضوره وقلت الجسم هنا وميزه بين الجسم والجسد لأن ديكارت يفهم الجسم بما هو مجموعة أعضاء من ينزله منزلة منزلة يأخذ بالمعنى العلمي الجسد بما هو ملقى على طاولة التشريح بما هو جسم مثل الكرسي أو الطاولة إلى حد ما مع بعض إذن الاختلاف سنقف عندها فيما بعد فهو جسم موضوع ماثل أمامي لا يمكن أن أنكره وحينما أقول جسم موضوع للتناول العلمي بالمعنى الميكاني الصورة مرحو وأنت مرحو أقصد مرحو أختا مرحو أقصد انقطعت الصورة ثم عادت واصلي أستاذ لا أفهم لماذا هذا الانقطاع المتواصل لا حكيت الانترنت الآن الصورة الصوت واضح انقطعت الصورة ثم عادت واصلي أستاذ واصل رغم أني لم أسمعك جيدا ولكن سمعت واصلي سأواصل واصل واصل واصلي إذن قلت إذن قلت إذن أنا ديكارت يفهم الجسم بالمعنى للمي بالمعنى الميكانيك أو ضمن السياة الميكانيك يمعنى بما هو آلة يمكن تحليلها مثل شبيه بالآلة يمكن تحليلها تفكيكها وإعادة تركيبها من جديد فهنا يؤكد ديكارت على خذور الجسم ولم أقول الجسد لأن الجسد له معنى آخر حينما تحدث عن الجسد إذن الجسد بما هو ذاتي الجسد بما هو قوى موجود هذا المعنى الذي لا يمكن أن أنكر وجود حواسي إذن فالدكارت حينما يتساءل عن إنيتي هو في حد ذاته أو أنا ذاته يقع في هذا الإحراج الذي يعبر عنه على هذا النحو هل أنا في جسدي كالربان في سفينته؟ هل يمكن أن نماثل العلاقة بين النفس والجسد العلاقة بين النفس والجسد إن شئنا بعلاقة الربان بسفينته الربان هو قائد السفينة فلا يمكن إذن أن نماثل بينهما رغم تشابه فالنفس هي المحدد النفس بما هي فكرة خاصة النفس هي التفكير النفس هي التي تقود النفس التي تتوجه ولكن تماما مثل قائد السفينة الذي يوجه سفينته حيث ما يريده وكما يرى هو فهو الذي يقود فهو مركز السيادة أو محدد للفعل ولكل شيء لكن هناك فرق من جهتي أن الجسد هو شبيه بالسفينة حيث كونه آلة ولكن وعي النفس بجسدها ليس هو نفسه شبيه بوعي الربان بسفينته فأعطيكم مثالا مثلا حينما تتعطل هذه الآلة السفينة وعي الربان بالسفينة ليس وعي مباشرا فليس أن ينتبه إلى هذا العطب إلا بعد حين أما وعي بجسمي أو إحساسي بجسمي بجسدي عفوا هو إحساس دائم لا ينقطعه فهل يمكن أن أقول مثلا أنه بإمكان النفس أن تخرج من هذا الجسد لمدة ما وتعود إليه مثلما يخرج قائد السفينة من سفينته ليرتح قليلا إذن حينما نسيب إلى الميناء ويعود إليه هذا محال إذن لأن موت نقول موت الجسم إذن يعني موت النفس الجسم حينما يتعطل يتوقف القلب عن النبض إذن نموت وموت الجسم إذن موت للنفس فالنفس هي تابعة لجسدها وليست هي التي تتحكم فيه على الأقل انتبهنا إذن منذ البداية إلى أن العلاقة بين النفس و علاقة بين النفس والجسد ليست هي نفسها علاقة بين علاقة الرباني بسفينته رغم التشامل كما قلت على هذا الأساس إذن ديكارت هو كما قلت وقع في نوع من الإحراج من جهة يقول جسم ومن جهة يقول جسد فلا نفهم إذن إن كان تعامل ديكارت مع الجسد هو تعامل علمي بشفية المطلق منحن انقطعت الصورة مرة أخرى وذكر قد تعود لنا كانت الأستاذة بصادة دي تحليل كتا الآن عادت الصورة واصل واصل قطعت الصورة ثم عادت نعم واصل 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 ولكن العلاقة بينهما ليست هذه العلاقة التي من خلالها يمكن أن نؤكد وحدة النفس والجسدي معا هناك ضرب من الاستقلال التعالي ولكن ليس بشكل مضح وهو ما يمكن أن نسأله وننقذه إذن على هذا النحو إلى أي مدى يمكن أن نقول بهذه الاستقلالية بين النفس والجسد ألا يمكن حتى عن وحدة النفس والجسدي معا هذا الترابط الوثيق بينهما كما انتبه إلى ذلك الفكر فيما بعد مع سبينوزا إذن يؤكد هذه الوحدة وحدة النفس مع الجسد ما يقع في النفس يقع في الجسدي بل أكثر من ذلك ربما نفهم العلاقة بما هي أكثر علاقة سيادة الجسد على النفس باعتبار أننا بالتجربة كما يقول سبينوزا إذن التجربة تثبت بشكل لا يمكن أن نشك فيه على نحو يقيني أن الجسد هو الذي يقود النفس ويوجهها ويتحكم فيها ففي حالة مرض الجسدي ووهانه حينما يمرض الجسد تمرض النفس لا يمكن لوحد مننا وهو مطقل بالتعب والإرهاق مثلا الجسد مرهق والنفس تفكر أحسن ما يكون التفكير إذن لا يمكن أيضا في حالة المرض أن يكون هنا التفكير جيدا وأكثر من ذلك حينما يموت الجسد تموت النفس معه لاحظوا إذن أن هناك إلى حد ما القول الضمني بأن الجسد هو هذا القوام الذي يحددنا بشكل مطلق فهو وجودي فأنا لا أكون إلا به وحضوري إذن هو حضور دائم بحضور هذا الجسد إذن لاحظوا إذن المسألة هي مسألة دقيقة حيث أن الإنية تساؤلنا عن ذواتنا في انتظار عمد الصورة أتقدر هذه التفاصيل سترونها خاصة الحديث عن مسألة الرجاء ومسألة تفكيك مقومة ذات كما سادت فكرة الحديثة آه عادت الصورة الآن تعب لك مدام مليكا تواصلي تواصلي هل تسمعينني هل تسمعوني أخفايسل لا نسمع فيك نسمع لي واصلي الصوت واضح سادة هل سواصل أمك تفي أعتقد أنه لأنه الآن مددت أكتر من الساعة أرقناك كثيرا لا أسمعك لا أسمعك في الحقيقة ديكارد تستبعد الجسد نهائيا تقصيه فإن ديكارد ينظر إليه نظرة ميكانيكية يعترف به انطلاقا من الأفق العلمي الميكانيكي لأن الجسد أو الجسم في نهاية الأمر ما هو إلا معقى آلة تخضع لإملاءه لأنه ما هي الإنسان الحقيقي العقل وهذا فكر الحداثة اللي يهمنا انطلاقا من ديكارد هذا الفكر الذي ساد الدكاء الساد الحداثة وينبني على فكرة الذاتية استقلالية الإرادة الحرية وهي ما يمكن ما يميز هذا الفكر الحداثة لسادة منذ قرن 17 حتى هو هو التغيير ما يسمى بالنزعة الإنسانية اعتبارا أن الإنسان مركز الكون مركز الوجود وتقديس العقل في نهاية الأمر تقديس العقل تقديس فكرة الإرادة وهو ما رأيناه مع ديكارد عندما انطلاقا من مفهوم الكوجيتو مفهوم الذات المبهرة مفهوم الأنا سيدة العالمي ما يفسر حلم ديكارد بأن نكون سادة على الطبيعة ومالكيها وهذا الإرث نستطيع أن نكون الحداثة الذي يقوم على مفهوم الذاتية تقديس العقل تقديس الإرادة الحرية انطلاقا وذا يطول شرفه انطلاقا من محددات علمية انطلاقا من محددات علمية فلك كوبرنيكي وهو التحويل تحويل السؤال من الطبيعة من الموضوع إلى الذات الملاحظة يصبح الذات هي التي تقيم والتي تفكر والتي تغير وهو هذا الإرث سنرى هذا الإرث سيتعرض إلى رجعتين إلى التشكيك انطلاقا بدأ مع كونت في نقد العقل نقد العقل ووضع حدود لهذا العقل وسوف ينهي المفهوم التبكيك مع الخطاب النيتشاوي الخطاب الماركسي الخطاب النيتشاوي عندما أراد أن يحق الخطاب الميتافيزيقي الخطاب الميتافيزيقي ويعيد النظر المفهوم العقل التبكيك العقل سيتواصل السؤال وهو ما سنراه في حصص المقبل كيف سيتم التشكيك أو مراجعة مفهوم الإنسان مفهوم الانسان مفهوم الذات إلى حد الإعلان عن موت نهاية الإنسان في خطابات ما بعد الهدف أعتقد نتوقف عند هذا القبر سنعود إلى هذه المسألة بالتحليل وننتظر تسائلتكم شكرا لأستاذة ملك جبابي التي في الواقع أتعبدها معنا كثيرا وأرجو متابعة نشاط الملتقى مع الساتبة من كامل أنحاء الجمهورية راهي بلوشي فقد تابعوا وهو وهو لا يغضي عن الدرس في القسم أعتقد أن الساتداتكم يبدون جغة كبيرة فقد دور الملتقى هو تعزيز هناك تسائلات كثيرة ربما موجودة في أماني طرحها المتابعون الملتقى ينفعوا العودة إليه إلى هذا الحد استودعكم الله و نعود ولنا لقاءات أخرى شكرا على الانتباه وتصبحون على الخير